تمكنت قوات الدفاع والأمن بإقليم شاري باقرمي من القائل قبض على سبكة الإجرامية تقوم ببيع لحم الحمير وتوديعه للمواطنين في مختلف أسواق الإقليم كان ذلك بحضور وذي الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر ومسؤولي أسلطات الأمنية بالإقليم عبدالله هارون تبدو ظاهرة سية وتجارة غير شعية ومدرة بصحة الإنسان وعليه فقد قامت السلطات الأمنية بمقاطعة شاري بإلقاء القبض على شبكة إجرامية خطيرة تقوم بجلب مجموعة من الحمير من المناطق الشرقية بالتهديد من إقليم ودي وبلتن ومن ثم يقومون على تسميم هذه الحيوانات ويتم نقل لهومها إلى الأسواق وقد تم القبض على هؤلاء في مراكز عملياتهم بضواه قرية إتنا وفور وصول وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر إلى المكان أعرب عن تأسفه على هذا العمل الشني أعزاء وقد شدد وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر بضرورة فتح تحقيق لمعرفة المزيد من الأفعال الإجرامية والضرة بصحة الإنسان فأعنينا فتحنا مباشرة أنكت وفي إقلال أنكت نفهم الشبكة دي قاية تشتغل ممتا ماذا بتفعل واللهوم دي هل بيصدروا أو بيستوردوها ما نعرف كما طلب من المواطنين أقز الحيطة واليقز التامة لمعرفة اللهوم التي تباع في الأسواق وشواري العاصمة حتى لا يتعرضون إلى اللهوم الفاسدة والمزبوحة بطريقة غير شرعية